السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله النهاردة هنبدأ نعمل سلسلة للأدوات اللي المفروض تكون موجودة عندك على الكمبيوتر علشان تسهل عليك الشغل في مجال السوفتوير النهاردة معنا أداة صغيرة جدا وأداة مهمة جدا جدا يلا بينا على طول نتعرف على الأداة وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس يلا بينا أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة بنتكلم عن سلسلة الأدوات اللي المفروض تكون موجودة عندك على الكمبيوتر علشان تسهل عليك الشغل على السوفتوير أدوات مجانية وأدوات سهلة جدا وحاجات بسيطة بتسهل عليك أمور كتير جدا النهاردة معنا أداة اسمها سامسونج تلتميت كي إيه هي الأداة دي طبعا هتلاقي الرابط بتاعها أسفل الفيديو هتحمله وحيظهر معاك الملف مضغوط بالشكل ده كل اللي هتعمله هنا أنه هتبدأ تفك الضغط عنه بالطريقة الطبيعية بعد ما نفك عنه الضغط هيظهر معنا بالشكل ده الأداة دي بسيطة جدا وحجمها صغير جدا تقريبا ستمائة كيلو كل اللي انت بتعمله أن الأداة دي بتفتحها بالشكل ده كده بتدخلك الجهاز على وضع الدون لود يعني يعني لو عندي جهاز أي جهاز سامسونج كل اللي بعمله أني بدخل الجهاز وضع الدون لود من خلال الأداة دي ممكن يجيلك أجهزة مثلا زراير وقفة في مشكلة مش عارف فيه طي أصبحت الأداة دي جميلة جدا تقدر من خلالها أنك تدخل أي جهاز سامسونج إلى وضع الدون لود كل اللي بتحتاجه أنك بتوصل الكابل في الموبايل وبعدها بتظهر علامة هنا بتضغط عليها وخلال لحظات بيتم دخول الجهاز إلى وضع الدون لود أداة صغيرة جدا لكن هتريحك فيه آآ أوضاع كتير بالنسبة لأوضاع السوق لأنه بيجي لنا أجهزة كتير آآ بيكون الرفع الصوت أو خافض الصوت في مشكلة طيب التالي حيكون الحل من خلال الأداة دي طبعا هنبدأ ننزل لكم أدوات بسيطة كده تقدر من خلالها تسهل عليك الأمور في تنزيل السوفتوير بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته